من ضمن الاسئلة ايه المهارات اللي محتاجة اتعلمها لو عاوز الاقي شغل بمرتب كويس في الامارات مع العلم اني بتكلم لغة انجليزية وبدى فيه كورسات فمحتاج اعرف اتعلم ايه باستثناء اللغة الانجليزية اللي حيشوف نصيحة من الشركة والمجال اللي حضرتك داخله ايه اللي مناسب لي وفيه حاجة لزيزة جدا ان حضرتك تشوف الوظيفة او المجال بتاعك اللي انت حابه على الانكت اني مثلا ونقول اني انا مدرب فبدخل طلبين مدرب في الامارات سينيور ترينر 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 سوبرفايزر ترينر فبتلاقي الجوب تسكريبشن او الوظيفة فببحث على هذه الوظيفة وبطلع منها كل ما يتعلق بهذه التفاصيلة فبقدر ان انا اخرج بمجموعة من الصفات او المهارات اللي مطلوبة عشان اشتغل ترينر جادة فده من ضمن الحاجات اللي لازم انها تأخذ في الحسبان كذلك من ضمن الحاجات كمان المطلوبة في الامارات هي مهارات البيع ده اكتر حاجة من ضمن الحاجات المطلوبة ان كل الشركات تقريبا مع اختلاف حجمها بتتهافت على البيعين الشاطرين على حسب المجال ولكن كمهارة مطلوبة جدا جدا كذلك فكرة التسويل الالكتروني والبراندين وكل هذي التفاصيل ومهارات دي من ضمن الحاجات انك شخصية تقدر انها تؤثر فيها الاخرين وربنا يكتب لك كل خير بإذن الله